السلام عليكم أعزائي ظلاب الصف الرابع الابتدائي نلتقي اليوم مع حل مادة العلوم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1424 عفوا 1444 هجرية ومعنا الوحدة الأولى المخلوقات الحية وفيها الفصل الأول ممالك المخلوقات الحية واليوم مع الدرس الأول الخلايا أيها مخلوق حي وظيفة الحياة ولدينا ثلاث مخلوقات السحلية والصخر والسيارة لدينا الذي ينمو هو السحلية الذي يحتاج إلى الغذاء السحلية والسيارة هل تخرج فضلات السحلية تخرج فضلات لكن الصخر جماد لا يخرج السيارة تخرج فضلات من العادم هل تتكاثر طبعا السحلية تتكاثر لأنها هي الوحيد الكائن الحي هل تستجيب لتغيرات البيئة السحلية تستجيب لتغيرات البيئة لأنها كائن حي اقرأ الجدول هل السيارة مخلوق حي لا السيارة ليست مخلوق حي لأنها لا تنمو ولا تستخدم الغذاء لإنتاج الطاقة ولا تتخلص من الفضلات ولا تتكاثر ولا تستجيب للمتغيرات في البيئة المحيطة بها اختبر نفسي اقارن كيف تختلف النباتات عن الحاسوب تختلف النباتات عن الحاسوب أن النباتات مخلوقات حية لأنها تقوم بالوظائف الخمس للحياة أما الحواسيب ليست مخلوقات حية لأنها لا تنمو ولا تستخدم الغذاء لإنتاج الطاقة ولا تتخلص من الفضلات ولا تتكاثر ولا تستجيب للمتغيرات في البيئة المحيطة بها التفكير الناقد هل مهارة ركوب الخيل صفة موروثة أم صفة مكتسبة أوضح إجابة مهارة ركوب الخيل هي صفة مكتسبة لأن الصفات المكتسبة هي التي يكتسبها الفرد من البيئة المحيطة به بعد التدرب والتعلم حيث أنها لا تكون موجودة في جسمه من قبل أجزاء الخلية لدينا الخلية الحيوانية والخلية النباتية نلاحظ الاختلاف بين أجزاء الخلية الحيوانية والخلية النباتية ففي الخلية الحيوانية لا يوجد جدار خلية أما في الخلية النباتية يوجد جدار غشاء الخلية موجود في الخليتين الحيوانية والنباتية البلاستيدات الخضراء لا توجد إلا في الخلية النباتية فقط النواة توجد في الخليتين النباتية والحيوانية والفجوة العصارية صغيرة في الحيوانية وكبيرة في الخلايا النباتية تعالوا معا اقرأ الجدول فيما تتشابه الخلايا النباتية مع الخلايا الحيوانية وفيما تختلف أولا تتشابه الخلايا النباتية مع الخلايا الحيوانية في الغشاء الخلوي والسيتوبلازم والميتوكندرية وفجوات ونواة هذه أوجه الشبه أن لكل من الخليتين غشاء خلوي وسيتوبلاز وميتو كندريا وفجوات ونوا أما أوجه الاختلاف فإن الخلية النباتية لها عدد قليل من الفجوات كبيرة الحجم بالمقارنة بالخلايا الحيوانية لها عدد صغير الحجم الخلية النباتية لها بلا استداد خضراء أما الخلية الحيوانية ليس لها الخلية النباتية ذات شكل صندوقي أما الخلية الحيوانية ذات شكل مستدير هذه أوجه الاختلاف بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية أختبر نفسي أقارن فيما يختلف جدار الخلية عن غشاء الخلية يختلف في الشكل والتركيب والوظيفة جدار الخلية له شكل وتركيب ووظيفة مختلف عن غشاء الخلية لأن غشاء الخلية له شكل مختلف وتركيب مختلف ووظيفة مختلفة التفكير الناقض هل يمكن للخلية الحيوانية أن تكون خضراء اللون لماذا؟ لا لا يمكن للخلية الحيوانية أن تكون خضراء اللون لعدم وجود بلاستيدات خضراء في الخلية الحيوانية البلاستيدات الخضراء هي التي تنتج هذا اللون الأخضر الذي نراه في النباتات اختبر نفسي اقارن كيف يختلف العضو عن النسيج يختلف العدو عن النسيج أن الأعضاء تتكون من أنسجة عديدة مختلفة أما الأنسجة فإنها تتكون من خلايا متشابهة إذن النسيج هو جزء من العدو والنسيج نفسه يحتوي على خلايا متشابهة والعدو يحتوي على أنسجة عديدة مختلفة التفكير الناقض لماذا تحتاج المخلوقات الحية المختلفة إلى أعضاء مختلفة؟ تحتاج المخلوقات الحية إلى هذه الأعضاء للحصول على حاجاتها المختلفة اختبر نفسي أقارن فيما تتشابه العدسة المكبرة اليدوية مع المجهر وفيما تختلفان أولا التشابه كلاهما يستخدمان لتكبير الأشياء لنراها أكبر من حجمها الحقيقي أما في الاختلاف فإن قوة تكبير المجهر أكبر بكثير من قوة العدسة المكبرة اليدوية التفكير الناقض لماذا تستخدم المجاهر في المستشفيات؟ تستخدم المجاهر في المستشفيات للكشف عن مسببات الأمراض المعدية كالبكتيريا والفيروسات التي لا يمكن رؤيتها إلا بالمجاهر المكبرة مراجعة الدرس أقارن فيما تتشابه الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية وفيما تختلفان أولا التشابه تتشابه كلاهما أن بهما نواه وسيتبلازم أما في الاختلاف فأن الخلية النباتية لها جدار خلوي وبالاستيدات خضراء أما الخلية الحيوانية كما قلنا سابقا عفوا ليس لها جدار خلوي ولا بلاستيدات خضراء ولا تحتوي على الكولوروفيل للمادة الخضراء المفردات اثنان المفردات أصغر تركيب في المخلوق الحي يسمى الخلية أصغر تركيب للمخلوق الحي يسمى الخلية التفكير الناقض هل يمكن أن يتكون المخلوق الحي من خلية واحدة؟ نعم يمكن أن يتكون من خلية واحدة حيث تستطيع خلية واحدة القيام بوظائف الحياة الجميعها كل خلية هي مخلوق حي مستقل بذاته فيمكن أن يتكون المخلوق الحي من خلية واحدة أربعة أختر الإجابة الصحيحة أي الأجزاء التالية يوجد في الخلية النباتية فقط؟ هل هو الميتوكنديريا، البلاستيدات، الغشاء الخلوي أم الكروموسوم؟ البلاستيدات هي الوحيدة التي توجد في الخلية النباتية أما الباقي مشترك بين الخلية النباتية وغيرها من الخلايا خمسة أختر الإجابة الصحيحة جميع الخلايا النباتية تشبه الصناديق تؤدي الوظيفة نفسها بيضية الشكل لا تحتوي على كلوروفيل الخلايا النباتية كلها تشبه الصناديق السؤال السادس والسؤال الأساسي كيف تنظم المخلوقات الحية؟ المخلوقات الحية تتكون من خلايا تحتوي الخلايا في داخلها على أجزاء تؤدي وظائف مختلفة بعض المخلوقات الحية تحتوي على خلايا تنتظم وتجتمع معا لتشكل نسيجا واحدا نسيجا وأعضاء وأجهزة هذا هو في تنظيم المخلوقات الحية لنفسها إذن تتكون المخلوقات الحية من خلايا هذه الخلايا تحتوي في داخلها على أجزاء كل جزء يؤدي وظيفة مختلفة بعض هذه المخلوقات يحتوي على خلايا تنتظم وتجتمع معا لتشكل نسيجا وأعضاء وأجهزة كالإنسان والجزء الموجود في الإنسان والحيوان هكذا أعزائينا قد أنهينا حل هذا الدرس ألقاكم على خير مع الدرس الثاني تصنيف المخلوقات الحية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته